أكد رئيس عبد الفتاح السيسي حرص الدولة على اتخاذ ما يلزم من إجراءات وخطوات جدة وحاسمة لتحقيق طفرة حقيقية في عملية جذب وتشجيع وتعزيز الاستثمار المحلي والأجنبي والقضاء على العقبات البيروقراطية وتذليل مختلف التحديات التي تواجه زيادة استثمارات القطاع الخاص جاء ذلك خلال ترقص الرئيس السيسي الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار بعد إعادة تشكيله أوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي قدم عرضا خلال الاجتماع تضمن أهم المؤشرات والحقائق الخاصة بالاستثمار في مصر وذكر متحدث الرئاسة أن المجلس الأعلى للاستثمار وفق على 22 قرارا مهما في مختلف القطاعات والمجالات الاقتصادية تستهدف تحقيق نقلة نوعية في خفض تكلفة تأسيس الشركات والحد من القيود المفروضة على التأسيس كما تستهدف القرارات تسهيل استيراد مستلزمات الإنتاج وتخفيف الأعباء المالية والضريبية على المستثمرين وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي هذا وقد كلف الرئيس السيسي الحكومة بالعمل على إعداد وتجهيز ما تم اعتماده من قرارات ليتم تنفيذها في أسرع وقت ممكن ووفق جدول زمني محدد ومعلن ترجمة نانسي قنقر